عندما يتعرض أولادنا للتنمر سواء كانوا أطفالاً أو مراهقين أو يتعرضوا للخوف أو يقعوا في أي مأزق أو مشكلة من مثل مثلاً مآزق التكنولوجيا أو الابتزاز الإلكتروني وما إلى ذلك ومشاكل الحياة اليوم كثيرة جداً عندما يأتي الولد ولديه مشكلة معينة من أجل أن نضمن مصارحة الطفل لنا مستقبلاً في كل صغيرة وكبيرة يجب أن نفتح رقولنا وصدورنا لهذا الطفل نكون داعمين له القاعدة النفسية الأساسية تقول كن مع الإبن ولا تكن عليه سواء كان صغيراً أو كبيراً كن معه ولا تكن عليه حتى نضمن أنهم يكونوا معنا أو يصرحون بكل مشاكلهم باستمرار